اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الاسد لاخر يوم في منزلة الصرفة وهي ممتازة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات بين الموظفين وحكينا ان القمر لما بكون موجود في الاسد بالفترة هاي بنكون اكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار او اقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا طبعا اليوم ما في زوايا فلكية ما زلنا احنا من الامس اللي هو من توقعات يوم الاربعة حكينا انه في خلو مسار وهذا خلو المسار طويل فعشان هيك اليوم كله خلو مسار يعني من الان ولغاية ساعات مساء الغد يعني لغاية الساعة خمسة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش يعني نحكي احنا ساعة ثمانية واربع دقائق بتوقيت الاردن هاي كلها فترة خلو مسار ففترة خلو المسار هاي حكينا دائما انه لا ما مننصح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني اليوم كله ما فيه اي زوايا بالعكس احنا منسميه القمر المحترق يعني ما بشكل اي زوايا فعشان هيك ما بعطينا هالتأثيرات القوية لما بكون موجود في هاي البيوت هو بعطي حسب يعني تواجده ولكن نسبة اللي بعطينا اياه بتكون قليلة جدا الاشي المهم اللي اليوم رح يصير يعني انه في ساعات الصباح ساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة صباحا رح ينتهي تراجع كوكب الزهراء في برج الجوزاء ولكن نسبة يعني السلبية من اثار التراجع رح تستمر بشكل تصاعدي يعني بتصير ايجابية ممتزجة بعدين ايجابية شوي بعدين تطلع ايجابية كاملة لانه لازم يظل له التأثيرات السلبية هاي موجودة لا ثلاث ايام قادمات من بعد الصباح يعني دائما منحكي انه ثلاث ايام هذولا اللي بعد انتهاء تراجع دائما خلي في نوع من انواع الحيطة ولكن هو بالاغلب من ساعات الصباح بتبلش الزوايا يعني الزهرة ببلش يعطي اللي هي الشحنات الايجابية للابراج اه وخصوصا الابراج اللي هي الهوائية والابراج النارية اما اه مقوته في الجوزاء فهو رح يظل لغاية سبعة ثمانية موجود في الجوزاء فهس رح يعوض الجوزاء مرة ثانية اللي هي نوع من انواع الطاقة الايجابية بشكل كبير طبعا مش الجوزاء لحاله هو كل الابراج رح يحصلوا على اشياء ايجابية بالفترة القادمة بما انه رجع لحركته الامامية ولكن منظلنا نحكي انه بما حتى لو انه رجع للحركة الامامية انه عمليات التجميل ما مننصح فيها بالفترة هاي لانه عطارد برضو بيتراجع فعشان هيك بتكون اجله هاي العمليات لغاية ما ينتهي تراجع عطارد اللي احنا حكينا عنه حكينا عن سلبياته وبرضو بالمقابل امور الخطبة والزواج والامور هاي برضو تتأجل لغاية بعد 12 سبعة لانه بنتهي وتراجع في 12 سبعة عطارد فعشان هيك بتظل الامور حاملة نوع من انواع السلبية على امور التجميل وامور الارتباط والخطوبة والزواج طبعا من اليوم وصاعد بتكون الفرصة مهيئة لموليد برج الجوزاء للشروع بعلاقة عاطفية افضل من قبل وممكن يستفيد معهم موليد الابراج الهوائية والنارية طبعا بالنسبة لباقي الابراج ايش التأثيرات اللي رح تصير عليهم بالفترة القادمة يعني بصير الحمل مثلا بصير تفكيروا بالنشاط بالحركة بالتنقلات بالترويج لاسلعة معينة اللي بيشتغلوا بمحلات مثلا اللي لها علاقة بالبقالة او بالتجارة الصغيرة هذولا بيستفيدوا كثير بصير عندهم يعني نشاط عالي جدا عن مستوى العمل وبرضو على مستوى الدراسة والفكر وتتعزز العلاقة مع الاخوة ومع الجران بشكل اكبر يعني بركز على هاي الامور اكثر بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتهم الثاني على الفرص والمكاسب المالية يعني بفتح وبنضجوا الفكر عندهم بصير مركز اكثر على كيف يستفيدوا ماليا او كيف يحصلوا على الاموال بالفترة القادمة وبتعطيهم طبعا فرص ممتازة بالنسبة للجوزاء بتعطيهم فرص عاطفية ومالية والاهتمام بالنواحي الفنية اما بالنسبة للسرطان هي بتعطيهم القدرة على التعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة او تقديم طلبات للعمل او القبول انهم ينتقلوا من عمل لعمل او تجيهم فرص داعم لهم تعزز من مكانتهم ويمكن يجيهم عروض لينتقلوا لعمل اخر بشكل افضل اما بالنسبة لبرج الاسد فهم بنشطوا بالفترة هاي اجتماعيا وبستغلوا علاقاتهم في بعض الاشياء اللي بتعزز نقاط ايجابية لهم او بترفع من مكانتهم او بتمشي لهم بعض الامور الايجابية او بحلولهم بعض المشاكل اما بالنسبة للعذراء فهو في مجال العمل يعني بنشط في مجال العمل بصير مخه انشط في مجال العمل فممكن انه يحصل على عمل جديد او يوقع على عقود جديدة او يرتب مسائل الها علاقة بالعمل اما بالنسبة للميزان فالميزان بنشط في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والقضايا القضائية منهم بفكر في سفر من بلد لبلد او باتصالات بعيدة او بامور دراسية او باوراق ومعاملات قضائية بتكون لصالحهم اما بالنسبة للعقرب بينشطوا في امور المال المال اللي بتجيهم عادة من شراكي يا اما امور عن طريق بنوك او قروض او استرداد اموال لهم او التحصيل على بعض الاموال اللي ما بتعود لهم او امور لها علاقة بمثلا ضريبة تأمين امور لها علاقة كمان في الميراث او قضايا الميراث القوس بتركز نجاحاته بالفترة هاي على امور الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية وتدعيم العلاقات ما بين الازواج او امور اذا كانت حتى وصلة لامور طلاق وعالقة بتنشط بشكل كبير بالفترة هاي لصالح موليد برج القوس برضو المصالحات اذا كانوا متخاصمين الفترة هاي ممكن تقارب اذا كانوا بعلاقة عاطفية بدهم يطوروها لمرتبة الزواج الفترة هاي ممكن يتناقشوا فيها لمرتبة الزواج او الارتباط بالنسبة للجدي يعني هي بتركز على العمل اكثر اشي على تحصير الاموال على تدعيم مكانتهم في مكان العمل ولكن بدهم ينتبهوا لشغلة واحدة فيها وهي تحذير من ارتفاع الوزن الفترة هاي بصير عندهم رغبة كبيرة لالتهام الطعام وبرضو في نفس اللحظة بصير الجسم عنده قابلية لاحتباس السوائل او المياه في داخله فعشان هيك ممكن يرتفع وزنهم بالفترة هاي بالنسبة للدلو طبعا تعطيهم القوة على امور الهلاقة بالحظ بدعمهم الحظ الحظ العاطفي علاقتهم بالاحبة ممكن في منهم يدخل بعلاقات عاطفية بالفترة هاي او يتعرفوا على اشخاص جدد يعني يدخلوا مرحلة اهتمام عالي وبرضو بتركز على الامور المالية والفرصة بتكون مهيئة لموليد برج الدلو انه صير عندهم حمل الفترة هاي او اللي عندهم مشاكل بالحمل بيقدروا انهم يعملوا اي امور طبية او زراعة او اخذ ادوية لتساعدهم على الحمل اما بالنسبة للحوت بيستفيدوا في مجالات البيوت العقارات المسائل العائلية التقارب بين افراد العائلة بكون لهم حضور قوي جدا في منهم ممكن يشتري بيت او يغير بيت او يهتم بصيانة او ترتيب لبيته او ممكن اثاث وتصليح اشياء زي هيك ولكن كلها بتكون من ناحية ايجابية طبعا حكينا انه القمر الساعة خمسة واربع دقائق مساء باستقر في برج العذراء بما انه القمر رح يكون موجود في العذراء معناته خلو المسار القادم القصير رح يكون يوم سبعة وعشرين ستة رح يكون طبعا في تمام الساعة ثمانية ودقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمستعشر دقيقة يعني فقط مدة خلو المسار اربعة عشر دقيقة رح يكون الخلو المسار القادم وبعدها بنتقل القمر وبنتقل للميزان وبثبت فيه اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد اربعة ايام في تمام الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بصير عمره خمس ايام نسبة الاضاءة بتصير للهلال عشرين يوم اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج سعيد القمر في الاسد حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء انهى عملية التراجع رح يظل في الجوزاء لغاية سبعة ثمانية مزاجه ممتزج مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بيرجع للجدي مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم خمسة عش ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش لكن لكن مزاجه ممتزج بلوته في الجديب يتراجع حتى يوم 14 والفترة هاي مزاجه أيضا ممتزج وحكينا ممتزج يعني بتقلب طول النهار بين إيجابية ونحوس إيجابية ونحوس على أكثر من ساعة فعشان هيك بنحكي إنه ممتزج بين النحوس والإيجابية طول اليوم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرم من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر في الفترة هاي الجو مناسب لتلبية الدعوات برضو الأجواء مساعدة لأمور العلاقة بالعاطفة أو تعزيز العلاقة العاطفية ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء يعني بتكون الفترة هاي بتعطيك دعم جيد وممكن أنك أنت تخرج بنزهة أو تغيير جو يجيك رغبات لشحن حالك بطاقة إيجابية أكبر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا بتكون جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بشكل أكبر ممكن اليوم تعزز بعض النقاط القوية على المستوى النفسي أو تفكر أنك تعمل بعض التغييرات الإيجابية يعني بتساعدك في إنجاز أشياء ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تحصل أموال من عمل إضافي أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم اللي يساعدك لإنجاز بعض المهام أو الأعمال بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة ولكن ما زالت الأمور بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو الضغط بما أن الزهرة لسه ما استقر بالشكل الكبير ولكن إجمالا أنه اليوم تنشط بالحركة بالاتصالات بالحوارات ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو يكون لك اهتمام بأمور ما إلها علاقة بالسيارات أو بالهواتف يعني فترة برضو بتشحنك بشكل إيجابي بشكل كبير ولكن أنه بدك تحذر أنه ما زالت العصبية موجودة أو التشتت الذهني لأن الزهرة لسه ما أعطى كامل إيجابيته أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من أنواع المشاكل المشاكل العائلية أو ظروف أو يعني مشاحنات مواضيع عائلية مربكة بالفترة هاي اهتمامات بتصلحات أو ترميمات أو أشياء إلها علاقة بأحد الأبناء شوي ممكن أنه يكون في إلها برضو تأثيرات سلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فبما أنه القمر موجود ولكن ما بعطي القوة الطاقة زي ما حكينا في بداية التوقعات إلا أنه هو بعطيك يعني الإيجابي اللي إحنا ذكرناها في بداية التوقعات ولكن ما تبالغ بالأمور العاطفية كثير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فبتنشط اليوم في مجال العمل ممكن تحصل بعض الأمور الجيدة اللي تدعم من مكانتك أو تعزز نقاط العمل لإلك أو تعطيك فرص جيدة وإيجابية ادعم من مكانتك ممكن يكون لك برضو بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني يعني علاقتك مع الزوج أو الزوجة بالفترة هاي أو مع شركاء المال بتكون طبيعية بدون لا إيجابيات ولا سلبيات على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن ترتب مسائل مالية أو أمور مالية بنكية أو قروض أو ديون أو التزامات عليك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور بنكية أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء كمان روتينية يعني اتصالاتك وحواراتك وأوراقك القانونية أو معاملاتك أو تنقلاتك البعيدة كلها بتكون بشكل روتيني على طبيعتك بدون لا إيجابيات ولا سلبيات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهم اليوم بمساعدة زميل أو رئيس بالعمل أو التقارب ما بينك وبين زميل يدعمك في مسائل معينة أو يشجعك على إنجاز بعض الأمور الإيجابية أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى العلاقات فممكن اليوم تنشط في أمور اجتماعية أو لقاءات أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اتصالات مع الأصدقاء أو تقارب في بعض المسائل اللي يعني تحسن الأجواء على المستوى الاجتماعي وممكن تستفيد من بعض العلاقات في إنجاز بعض المهام اللي بتكون لصالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو الرقابة الصحية أو أدوية أو يعني صرف بعض الأدوية إذا لك أدوية أنت تهتم فيها أو ممكن أنه اليوم يكون عندك برضو مجالات لأخذ قصد كافي من الراحة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصد الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو مشتريات أو اهتمامات أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان والثقة بالأحباء ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه زاوية تربيع مع وجود القمر ولكن أنه ما في زاوية بالأساس فهذا بشحنك بطاقة إيجابية يعني بتكون نفسيتك أحسن عندك رغبة بالانطلاقة أو بإنجاز بعض المهام اللي على المستوى الشخصي ممكن تهتم بنفسك أو تهتم بشكلك أو أشياء لها تغيير بالطاقة حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأجواء هي جيدة يعني بتعطي فرص جيدة على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أو الهبات أو التعاطف المالي ولكن اللي بصير أنه ممكن أنه تكثر عندك المصاريف أو الرغبة بالتسوق أو بتحط في بالك أشياء حابب أنك أنت تشتريها حاول أنك أنت تمسك إيديك ما تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا الأجواء بنقدر نحكي أنها متوترة من عطارد فعشان هيك بنقولك انتبه أثناء القيادة والتنقلات ما تتهور ما تندفع ما تنشحن بطاقة للجراءة أو المغامرة الفترة هاي مش لصالحك أهم شيء أنه أنت تركز بشكل جيد وتسيطر على عصبيتك بشكل كبير ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية برضو مشحونة بطاقة كبيرة فممكن اليوم تعزز علاقتك مع الحبيب أو لقاء أو اتصالات أو تعاطف وممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون في كثير من الأعمال عليك أو أكثر من مهمة أو أكثر من التزام دير بالك وفي نفس اللحظة انتبه لوضعك الصحي يعني ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أي بينك وبين شريك المال أو بين الأزواج ممكن مصالحة أو تقارب أو اتفاقية على مسألة ما بتدعم من علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على مستوى الأمور البنكية أو الأمور الأموال اللي ما بتعود لك يعني أنت ما بتمتلكها فممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور بنكية أو قضائية أو أمور تأمين ضريبة أو تجد ولد حسابات أو ترتيب بعض الأوراق لاسترداد بعض الأموال اللي إلك وممكن اليوم تجد إشي أن تكون تفاقده أو تسترد أموال كان صعب أنك تستردها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات كلها بتتعامل فيها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو جيد بيدعمك اليوم بشكل قوي فممكن تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك اليوم وبرضو تثبت للناس حسن نيتك أو تثبت شخصيتك أمام المحيطين وبالمقابل ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالعلاقات العامة أو استغلال بعض المعارف لإنجاز بعض المعاملات وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زملائك أو رئيسك بالعمل أو يصير تقارب ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فمنقدر نحكي أنه روتيني يعني تعاملك مع أصدقائك بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية على طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو الأجواء جيدة يعني ممكن بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة والاهتمام بشكل عام براحتك وشؤونك الصحية برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط في التنقلات والاتصالات طبعا أهم شيء أنك تدير بالك أثناء تنقلاتك ما زال عطارد يعني بيتراجع في مكان يعني شوي بيحذر من نقاط هاي فعشان هيك بدك تدير بالك أثناء التنقلات وتنتبه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة على المستوى ثقة بالنفس أو مشحون بطاقة إيجابية أو ممكن تعزز بعض المسائل الإيجابية اللي تدعمك بشكل قوي جدا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي مازالت متقلبة بسبب تراجع عطارد فعشان هيك يعني ممكن تحصل بعض الأموال ولكن يعني بعض الأموال بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات ولكن الغالب عليك بكون المشتريات الغير يعني بغير حساب يعني بس بدك تصرف أو رغبة بالإصراف والمصاريف أو رغبة بتملك بعض الأشياء اللي مش موجودة لعندك حاول أنك تحاربها وما تستسلم لهاي الأمور عشان ما تضيع فلوسك بالهواء أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء مثل ما ذكرناها جيدة ولكن بدك تنتبه أثناء القيادة من التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى العائلة بيعمل نوع من أنواع التقارب أو ممكن أنه يكون في نقاش معين ممكن تستاء من بعض القرارات ولكن اعرف أنه ممكن هاي القرارات شوية تكون لصالحك أو أنت بسوء تفاهم حللتها بطريقة سلبية ممكن اليوم يحملك بعض الفرص العائلية أو التلاقي أو الاهتمامات بشؤون بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي بيعزز العلاقة العاطفية وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن يكون فيه اتصالات أو تفقد أو تواصل أو اتفاق ما بينك وبين الحبيب على مسألة ما وممكن يكون التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو يعني جيد ممكن يتراكم عندك العمل أو تكثر عندك المشاغل خلال فترة هاي أو متطلبات العمل تكون كثيرة أهم إيش أنك تراقب عملك بشكل جيد ما تراكم الأمور عليك وفي نفس اللحظة اهتم بمسائل إلها علاقة بالشؤون الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة الأمور روتينية يعني بتتعامل أنت والشريك بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو أمور إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو أمور بنكية ولكن بالمقابل ركز لأنه ممكن يعني الرغبة بالمصاريف أو الحصول على الأموال تكون بطريقة غير مشروعة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تنشط اليوم باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالتسوق عبر النت أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات القضائية ممكن يصير لك نوع من أنواع الاهتمام بوسائل النقل أو الاتصالات زي التلفونات أو السيارات أو الطيارات أو الأمور هي أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى بيت السمعة منقول لك ما تغامر وما تخاطر وبرضو انتبه لحالك بشكل جيد وحاول أنك أنت ما تدخل في أشياء مشبوهة بالفترة هاي أو تخالف القوانين ممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي أو تسمع كلام إطراء أو مديح أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الأجواء أنا برضو يعني فيها نوع من أنواع روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك بالفترة هاي ممكن يتوجه لك دعوي أو أنت تذهب بزيارة أصدقاء أو معارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني بتدعمك في بعض المسائل ولكن لا ترهق حالك كثير راقب راحتك وراقب غذائك ما تبالغ بشكل مبالغ فيه على أساس أنه ما ترهق حالك كثير برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بوضيف الأموال تدقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفعل أما مستوى البيت الأول فأنا شايف مع تراجع وطارد يعني شوي بتظلها النفسية متقلبة بالفترة هاي يعني ممكن تشعر بوسواس بعدم الثقة باكتئاب بتحبش تتخالط مع الناس بتحبش تعمل تغييرات يعني هاي بتتقلب الأمور ببع بين مرة إيجابية ومرة سلبية طيل فترة الفترة القادمة فبدأت تكون منتبه منها أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة بتدعمك بشكل قوي خلال الفترة هاي فبتنشط بأمور الاتصالات والحركة والتواصل ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ممكن يكون لك اهتمامات بالسيارة أو بالتليفونات أو بالاتصالات بالفترة هاي بشكل كبير برضو ممكن إذا دخلت بأي نقاش الفترة هاي أنت مقنع وإذا روجت لسلعة معينة أو لأمر معين برضو بكل صالحك أما بالنسبة للبيت الرابع برضو الأجواء جيدة على المستوى الأمور البيتية بتدعمك بشكل قوي تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بأمور الها علاقة بالترتيبات أو الصيانة أو التعزيل أو أمور الها علاقة بمشتريات بيتية أهم مش إنك ما تبالغ وبرضو ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي يكون لك طرف فيها أنت إما بمعالجتها أو بالحديث فيها لحلها أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء مش قوية كثير على المستوى العاطفي ما بنا نحكي روتيني ولكن فيه منكو على حسب طالعه رح يستفيد من اليوم عاطفيا أو تقارب ما بينه بين الحبيب أو التواصل ما بينه بين الأحبة بشكل جيد بتدعمه هاي الأمور بشكل كبير وبتعزز بعض النقاط اللي بتيجي مع الأحبة أو مع الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يوكلك عمل جديد أو تهتم بمسائل إلها علاقة بعمل جديد وتروجلها بشكل جيد وتكون لصالحك ولكن أهم إشي أنك ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد إلا مرتبت الروتيني بالتعامل ما بينكو بين الأزواج أو ما بينكو بين شركاء المال ممكن يصير لك بعض الاهتمامات أو تحصل بعض الأمور الإيجابية اللي تدعم من مكانتك أو مواقفك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فطريق التعاملك ما بتكون يعني روتينية على مستوى التعامل مع بيت صلاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أو نقاشات أو بحوث أو مناقشات كلها تقريبا بتكون روتينية على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة منقدر نحكي أنه جيد الفترة هاي برضو بساعدك لتعزيز علاقاتك أو معارفك أو اتعزز من سمعتك أو اتدافع عن سمعتك أو الاهتمام ببعض المسائل اللي ممكن تقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو قوي جدا فبيعزز من علاقاتك واتصالاتك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل مع الأصدقاء أو رفقة معهم في مسألة معينة أو حل مشاكل متبادلة أو يساعدك بعض الأصدقاء في إنجاز بعض المهام أو العكس أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء منقدر نحكي إنها جيدة صارت تدعمك بشكل قوي الفترة هاي فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد يعني ما تراكم الأعمال عندك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى رقابة الصحة أو الوزن أو الأمور هاي أو مكملات غذائية أو برنامج غذائي أو أشياء من هذا القبيل برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها يعني كمان اليوم تنشطوا أكثر بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم مركزكم الاجتماعي يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الانفراج الملموس بعد فترة ركود أو مراوحة عليك التحلي بالحكمة والواقعي الأمور أهم إشي أنك تمسك حالك من العصبية أو الحدية على أساس أنه ما تتقلب تقلب مزاجك وتقلب تصرفاتك والنتائج الإيجابية ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر بالفترة هاي إن استغلتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى المالي جيدة فبتحمل لك بعض الفرص المالية بالفترة هاي ممكن تيجي مكاسب إما من عمل إضافي أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم أو أمور إلها علاقة بديون لا إلك وتستردها ولكن أهم إشي أنك ما تبالغ بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلاتك واتصالاتك حواراتك نقاشاتك كلها تقريبا بتكون جيدة بتدعمك بقوة وبرضو عندك قدرة على الإقناع عالية رغبة بالانطلاق بتكون عندك قوية جدا بالفترة هاي وممكن عندك أفكار كثيرة ممكن تنشط بالتنقلات داخل مدن أو يكون عندك كثير من الاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها يعني شوية ارتباك أو إرباك أو نوع من أنواع الضغط ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر إما من أحد أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بالأعطال أو الالتزامات الزائدة أو أمور إلها علاقة ببعض التطورات اللي بتكون مفاجئة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريباً منقدر نحكي إنها جيدة ولكن لا تعتمد على الحضوض بشكل كبير ممكن يصير في نوع من أنواع النقاش أو الخلاف ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الوالدين ده تدير بالك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى الصحي تقريباً أو مستوى العمل تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن ما ترهق حالك كثير وما تراكم الأعمال بشكل كبير عليك ممكن أنه برضو تهتم ببعض الشؤون الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية بطريقة التعامل ما بين الشركاء خصوصاً العاطفة زي الأزواج أو ما بين شركاء المال ما في لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء بتحمل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط أو يكون فيها بعض المسائل اللي ممكن توترك بالفترة هاي أو تحدث بعض الإرباكات أو أموال ما بتعود لك ممكن يعني شوي مزاجك يكون متقلب بالفترة هاي على المستوى المالي ممكن تفكر أنت بأي طريقة أنك تحصل على أموال ممكن أموال هاي ما بتعود لك فحاول قدر الإمكان أنك أنت تلتزم بالأمور الشرعية والأمور القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية ما يعني اتصالاتك مع خارج البلاد أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المعارف كلها هاي بتكون روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل وعلى طبيعتك بتتمم اتصالاتك ولكن الأهم أنك ما تخالف القوانين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمنقول لك ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك تغامر بمسائل ممكن أنها تأثر على السمعة ما تدخل بأشياء مخالفة للقوانين حاول أنك تسيطر على حال قدر الإمكان لأنه بالفترة هاي ممكن تخسر أحد معارفك أو علاقاتك إن أسأت التصرف برضو ممكن يكون لك بعض التعامل الجيد مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن حكينا بدون مخالفة قوانين أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا بدأت تتحسن بشكل جيد بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو معارف جدد أو علاقات جدد بتدخل في حياتك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تقارب ما بينك وبين الأصدقاء بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي إنها يعني متقلبة فعشان هيك ما تراكم الأعمال حاول تنجز الأعمال الضرورية بشكل جيد وفي نفس اللحظة انتبه لوضعك الصحي وحاول إنك تأخذ قسط من الراحة من فترة لأخرى ولكن الأهم إنك تراقب صحتك مرج العذراء ما زال القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكو حاول إنك تنظم أمورك وتحافظ على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك أو بأثناء تعاملك مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي إشي جديد بالفترة هاي لا تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ممكن يمنعك هذا من العمل ومن النشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك لإنجاز الأمور المهمة أو الضرورية أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي تقريبا بما أنه بيت المتاعب ضاغط معناته على المستوى النفسي في نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التقلب أو عدم الثبات على المستوى النفسي فمزاجك بظل يتقلب بين إيجابي وسلبي وناهيك عن الأمور اللي اللي هي الوساوس أو الأفكار اللي بتكون مش في مكانها أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الدعم المالي خلال الفترة هاي أو يجيك نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو من عمل إضافي ممكن تحصل بعض المكاسب بس أهم شيء زي ما حكينا حاول أنك تراقب مصاريفك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو بتجمع ما بينك وبين أشخاص إما بالتواصل أو بالاتصالات وممكن تنشط بالتنقلات أو الحوارات اليوم عندك سرعة بديهة عالية ولكن عصبية بتكون ظاهرة بشكل كبير عندك أهم شيء أنه أثناء القيادة انتبه وممكن يصير بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارة أو بالهاتف أو بأمور إلها علاقة بالكمبيوتر حاول أنك تنتبه لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو الانسجام أو أمور إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أو أمور بدكور ترتيب اهتمامات عائلية كلها هاي بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي شبه روتينية ولكن الحدية أو فرض الرأي بتكون موجود حاول أنك ما توجه انتقادات للحبيب بالفترة هاي عشان ما يصير فيه فجوة أو يصير مشاكل ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في الشؤون الصحية ممكن يتوكل لك عمل صعب في الفترة هاي أو أنت تنشط بحل بعض المسائل العملية أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي ما زال يعني فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هيك ممكن يصير فيه توتر أو تقلب في المزاج أو تعامل صلب ما بين الشركاء المال أو بين الأزوج فأدير بالك من ردات الفعل والرغبة بالسيطرة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو تحمل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمسائل المالية أو أمور إلها علاقة بالبنوط بالضريبة بالتأمين بالمستردات المالية بفوتير أوراق يعني عندك نشاط ذهني عالي جدا في المسائل هاي ولكن حدير بالك من مخالفة القوانين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات ولكن دير بالك من مخالفة القوانين أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو الضاغط بشكل أكبر فعشان هيك منقول لك دير بالك من مخالفة القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تخالف القوانين ما تخالف يعني ما تستخدم ذكائك للتحايل أو المحايلة وتعمل أشياء مخالفة دير بالك أنك تشوه سمعتك برضو ما تتأخرش عن عملك ما تدخل بين نزاعات أو خلافات بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيحمل نوع من أنواع التوتر فممكن يصير في تقلب أو تخسر صديق إن أساءت التصرف أو وجهت نوع من أنواع الانتقاد الغير مباشر أو المباشر أو تحاول أنك تفرض سلطتك أو تدخل في شؤون حياته أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا ممكن تلتقوا لأصدقاء خلال هذا اليوم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك يعني بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد أخرج للقاء الناس أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى النفسي نفسيتك أحسن عندك ثقة عالية بالنفس عندك رغبة بالتغيير حتى أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو جيدة على المستوى المالي بتدعمك فممكن تعزز بعض المسائل المالية أو بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم يعني الأجواء تقريباً لمصلحتك وبتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو على مستوى الاتصالات مواصلات تنقلات حوارات نقاشات كلها هاي بتكون لصالحك عندك نشاط عالي جداً والأمور بتدعمك بشكل قوي حاول تستغل اليوم هذا بإنجاز بعض المهام أو بعض الأمور الضرورية وما تخليها تتراكم عليك لأنه الفترة القادمة القمر رح يصير يعني في بيت متاعبك فاستغل النقاط الإيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريباً الأجواء بنقدر نحكي إنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالفترة هاي يعني بتتعامل على طبيعتك اهتماماتك عادية ممكن تهتم بمشتريات وتسوق هاي الأمور الروتينية المعروفة ولكن ممكن يظهر مسألة عائلية تقلقك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية عندك روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل مع الحبيب أو مع الأحبة أو مع الأبناء بطبيعتك أو على حسب الطبيعة اللي أنت عايش فيها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة ممكن تحقق بعض الإنجازات أو الأمور على مستوى العمل أو تنشط في بعض الملفات أو الأوراق أو دراسة عقود معينة بمكان العمل ولكن الأهم أنك تنتبه لصحتك يعني ما تبالغ كثير عشان ما ترهق حالك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي فممكن يعزز علاقتك مع الشركاء أو شركاء المال أو العاطفة زي الأزواج وممكن تبادر ببعض الأمور أو يصير فيه نوع من أنواع الاتفاق أو التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأمور الأموال المشتركة أو أمور العلاقة بالأوراق القانونية أو مسائل العلاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو تحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك طبعا لمصلحتك الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعم من علاقاتك وممكن اتصالاتك الخارجية تكثر اليوم أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمحاكم أو الأوراق القانونية أو المعاملات أو استرداد بعض الحقوق لا إلك أو الدفاع عن حق لا إلك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا بنقدر نحكي أنه يعني شوي فيه نوع من أنواع التقلب ولكن أنه إجمالا جيد بتقدر تدافع عن سمعتك وبرضو بكون لك بعض الاهتمامات إما بالأشياء الاجتماعية أو بعلاقات تتعلق مثلا بزملائك أو رواسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال من ضمن شركات أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه بيت الأصدقاء كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وما تخلي الأعمال تتراكم عندك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأمور التغذية أو أمور إلها علاقة بأشياء مثل صحة برنامج غذائي وممكن يكون لك بعض الزيارات لأعيادة مرضى أو اهتمام بصحة مريض برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي متقلب ممكن تشعر ببعض التعب أو الوهن أو الإرهاق أو التقلب بالمزاج أو إنه هيك نوع من أنواع الملل أو الاكتئاب إنك تحاول إنك تنعزل أو تعزل نفسك عن اللي حواليك أو تأخذ قصة من الراحة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب أو الأمور اللي إلها علاقة بالمستردات المالية أو ممكن هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع يعني بتتعامل باتصالاتك أو تنقلاتك بشكل روتيني ولكن أهم إشي إنك تتحافظ على حالك من العصبية ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو مع جار أو الاهتمام ببعض المشاكل أو النقاشات ولكن أهم إشي إنك ما تفقد السيطرة وتعصب تحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر العصبي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريباً الأوضاع روتينية فما فيه لا إيجابية ولا سلبية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بينكم وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو يعني تقريباً نقدر نحكي إنها بتحمل نوع من أنواع الاهتمام إما بالحبيب أو بأحد الأبناء أو بيكون عندك بعض العواطف الجياشي اللي ممكن إنها تأثر عليك سلباً أو تحاول إنك أنت يعني مش تحاول تتذكر بعض العلاقات أو بعض الأشخاص اللي مروا في شريط حياتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً جيدة على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالمسائل الصحية دير بالك على صحتك أهم إشي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريباً لأجواء جيدة بتدعم من علاقتك ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي يعني ما بين الأزواج كمان وممكن تقارب أو مصالحة أو اتفاق أو نقاشات أو وضع خطوط عريضة لمسائل مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فهذا شوي بدك تكون منتبه من بعض التطورات اللي ممكن تحدث خلال هذا اليوم اهتمامات بأمور أو أوراق أو معاملات أو أشياء لها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين يعني ممكن تنشط بهاي المسائل بشكل كبير خلال هذا اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب اللي تجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالاتك الخارجية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك باتصالاتك وحواراتك الأمور اللي لها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو الاهتمامات مثل دراسي أو بحث أو ثقافات كلها هاي طبيعي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الأصدقاء ممكن يصلك خبر شوي يزعجك بتعلق في أحد الأصدقاء أو أحد المعارف ممكن يصير معه ظرف معين أو تنشغل في حل مسألة معينة أو ممكن أنه يشكي لك بمسائل يعني أنت تستفزك أو تأثر على نفسيتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتنجز أعمالك بشكل روتيني واهتماماتك الصحية الروتينية ولكن راقب صحتك إن احتجت لدواء أو الطبيب ما تدلتهي وتهمل هذه المسألة برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو بأوراق أو معاملات بتتعلق بالسفر زي إقامة وهجرة وأشياء من هذا النوع أو اتصالات بعيدة أو ممكن أنك تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك في هذه الفترة عزز العلاقات الاجتماعية بالفترة هاي والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعاد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة نفسيا أنت مرتاح أكثر اليوم مشحون بطاقة إيجابية أو ممكن نوع من أنواع الاستقرار النفسي عندك بشحنك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي بيحمل لك بعض الفرص المالية أو بعض الدعم المالي أو ممكن يجيك عن طريق عمل إضافي أو مستردات مالية يعني زي حقوق لا إلك أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو توتر أو عصبية أو حدية بالطباع فممكن تستفز بسهولة أثناء النقاشات أو أثناء الحوارات أو أنت ممكن تعصب من أي مسألة ممكن أنها تستفزك بسهولة خلال هذا اليوم أهم شيء أنك أنت يعني تحاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وتنتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا روتينية بدها شوية اهتمامات منك أو تقارب عائلي أو نوع من أنواع تعزيز العلاقة العاطفية العائلية بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة بتدعمك فبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو المصالحة أو نوع من أنواع التفاهم في مسألة معينة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأحد الأبناء أو بموضوع بتعلق في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نستطيع أن نحكي إنها روتينية على مستوى العمل مستوى الصحة شوي ضاغط الأمور بدك تنتبه على الوضع الصحي بشكل جيد بالفترة هاي يعني ما في داعي للمغامرات وفي نفس اللحظة حاول أنك ترتاح وستلزم أنك أنت تراجع طبيبك بيكون أفضل أما بالنسبة للعمل فهو بشكل روتيني يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني أهم إشي أنك ما تخالي الأعمال تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نقول أنه ما زال فيها نوع من أنواع التوتر بسبب أن الزهرة لسه ما أعطى طاقة تاعته الإيجابية فعشان هيك بتحس ببعض الارتباك ما زال الجو قابل حدية أو عصبية ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة يعني أو ما بين الأزواج فعشان هيك بتحمل مفاجآت أو أشياء سلبية ممكن أنها تحدث ما بينكو إذا فقدتوا السيطرة أما بالنسبة للبيت الثامن بسبب تراجع عطارت بحدث بعض المفاجآت أو الأشياء الغير طبيعية أو الغير مدروسة اللي إلها علاقة بتطورات في أمور إلها علاقة بالمسائل المالية أو المطالبات المالية أو بتكون واثق أنه في شيء جايك بتعطل في آخر لحظة أو ممكن ترضع مستوى بنك ولكن في آخر لحظة ممكن يطلع ورقة جديدة أو يطلب منك بعض الأمور يعني صير فيه نوع من أنواع التعقيدات للأمور أو اهتمامات بأمور العلاقة بضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بنقولك لا تغامر ولا تجادل ولا تدخل بنقاشات حد ما بينك وبين أي شخص وخصوصا بين علاقاتك ما تخال في القوانين وفي نفس اللحظة يعني أهم شيء ما يصير ضرف حد ما بينك وبين زملائك أو رئيسك بالعمل أو تتأخر عن دوامك فيسبب لك مشاكل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا مع أصدقائكم بالنسبة لبيت المتاعب جيد يعني بدعمك بشكل قوي على إنجاز بعض الأعمال يعني بساعدك شوي لتتجاوز الحدية اللي في البيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم أو يكون عندك نشاط لإنجاز بعض الأعمال ما تخليها تتراكم ممكن الاهتمام بصحتك أكثر أو يكون لك مراجعة لطبيب أو لفحص معين أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع للتقريب بين وجهات النظر أو المصالحة باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن أنك تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الحيوية رغم الكسل أو هيك الطاقة الضعيفة عندك أو بتحس أنك بدك تأخذ راحة أو في نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندك بس بتقدر تتجاوزه إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة فممكن تحصل بعض الأموال أو ترتب بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات والمستردات ممكن تحصل بعض الأموال تجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء حادة فعشان هيك بدك تنتبه أثناء القيادة وأثناء النقاشات من العصبية والحدية أو الفوضى يعني حاول إذا كان عندك نقاش تكون مستعد بشكل جيد وإذا كان عندك مقابلة تكون مجهز حالك ومستعد على أساس أنه ما يصير فيه أي خربطة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى البيت فبتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اهتمامات منزلية أو عائلية أو لقاء معين أو اهتمام بمسألة بتتعلق بشخص من أفراد العائلة أو بأمور إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو جيدة على المستوى العاطفي يعني بتعمل نوع من أنواع التقابل أو التلاقي ما بينك وبين الحبيب وممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل مفاجئ يعني ممكن تحدث اليوم اتصال غريب عجيب أو يخطر على بالك شخص تلاقيه فجأة ظهر أمامك يعني هاي اليوم في بعض المفاجآت ممكن تصل أنك تنذهل أنت من التسارع العاطفي اللي موجود عندك إما على أحد الأحبة أو عليك أنت أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ما زالت الأجواء ضاغطة فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تقصر أو تهمل بعمل أو يكون مقلقك مسألة إلها علاقة بالعمل إما موضوع إلو علاقة بمشاحنة أو عصبية أو مشكلة داخلية في مكان العمل بتقلقك اليوم وبرضو من المقابل بدك تهتم بصحتك لأنه صحتك بالفترة هاي بتكون ضعيفة بحاجة لنوع من أنواع الرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراكة بسبب نوع من أنواع النفور أو الحدية أو العصبية المفاجئة اللي ممكن منك خلالها أنه تتطور الأمور وتصير مشكلة وهي أساسا ما لازم تكون مشكلة يعني بتفلت الأمور في لحظة فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين شريك المال أو شريك الزواج يعني الزوج أو الزوجي ما تخلو الخلافات تضخم أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور أو أوراق أو أشياء قانونية ممكن تظهر مفاجئة بالنسبة لك فهي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو العصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم تقدر تنجز بعض الأعمال أو أشياء أساسية بمساعدة أشخاص معينين إذا يدعموك في مسألة معينة أو أمور إلها علاقة بالعمل ممكن تقارب ما بينك وبين زملائك أو إنجاز بعض الأعمال بالتعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بشكل جيد وبيعمل نوع من أنواع التقارب وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني بتعمل على إنجاز كثير من الأعمال بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن أنك أنت تهتم برضو في شؤون صحية أو مراجعة الطبية أو زيارة مريض بكون من الناس اللي بعزوا عليك برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهم شيء إنك ما تنفعل وحاول إنك أنت تعمل نوع من أنواع الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك على المستوى النفسي رغم أن الطاقة ضعيفة عندك يعني بس أنه جيدة لإنجاز بعض الأعمال والمهام وبرضو بتساعدك على عملية الانفتاح على المجتمع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يكون اليوم في عندك اهتمامات كثيرة مالية أو اهتمامات لدفعات أو ميزانية أو ترتيبات مالية يعني شوي بدها شوي تركيز منك ممكن تحصل أو على أموال أو تناقش موضوع العلاقة بمشروع معين ولكن تحصيلك على الأموال هذا بدي يكون يا أما من أموالك يا أما أموال مستردلة إلك يا نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم ما تجازف في الأمور المالية بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا بيشحنك على مستوى الاتصالات والحركة والنشاطات والفكر ولكن برضو بعطيك نوع من أنواع العصبية وعدم التركيز فعشانك لازم تركز بشكل جيد وما تصدر قرارات في لحظات التوتر أو في لحظات الانفعال أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة بتدعمك بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة إما في المنزل أو بأفراد العائلة أو إشيء له علاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن الأجواء ما زالت يعني فيها نوع من أنواع التوتر بسبب الزهرة أنه لسه ما رجع لحركة الأمامية يعني أيام وبعديها بتصير القوة إيجابية أكثر ولكن لقبل ما يرجع لا استقرار إيجابيته حاول أنك ما تعصب وما تتوتر وما تنفعل أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهذا معروف للعمل عشان هيك ممكن تتوتر أو ممكن تتخذ قرارات خاطئة بالفترة لأنك ما رح تركز بشكل جيد بدعوك أنك تركز بشكل جيد في كل صغيرة وكبيرة بتتعلق في مجال العمل ما تتخذ قرارات دون دراسة وفي نفس اللحظة بدك تركز على أمور إلى علاقة بالصحة لأنها هاي بتحمل لك فترة التوترات وتقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو البنكية أو ضريبة أو تأمين أو دراسة مشروع معين ولكن بالمقابل زي ما حكينا ما تتسرع باتخاذ القرار أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو المعاملات هاي كلها يبتنجزها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة بدعمك بشكل جيد اليوم فممكن يعزز من بعض الطاقات أو تستغل بعض المعارف أو العلاقات لدعمك في مسائل معينة أو لإنجاز بعض الأعمال وفي منك رح يكون له تعامل مباشر مع رئيسه بالعمل أو زملاءه بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل مع أصدقائك على حسب طبيعتك بتواصلك معهم أو بدعوات أو بحضور أو ممكن لقاءات أما بالنسبة لبيت المتاعب في الأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وما بتخلي الأعمال تتراكم عندك يعني بتحاول تنجزها أول بأول أو بالمقابل بساعدك على مستوى الوضع الصحي فهو شوي بخفف عليك من ضغط الصحة ولكن بالمقابل إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك وما تهمل أو تتكاسل برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاول أنك أنت تنجز فقط ما بوسعك أو بوسعكم من إنجاز الأعمال دون المبالغة في ذلك بتكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات إنها تتزامن عندك يعني تمسك أكثر من مشروع مع بعض أو أكثر من عمل مع بعض عشان ما يتراكم العمل عليك بدك تكون أكثر تنظيم وحاول أنك تحسن إدارة الأمور اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن بدون انفعالات أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة يعني ممكن تعطيك بعض الدعم النفسي خلال هذا اليوم وممكن تنجز بعض المهام بشكل جيد خلال هذا اليوم ولكن حاول أنك ما تشحن حالك بطاقة سلبية ولا تتشائم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى المالي وهي بتساعدك في إنجاز بعض المهام المالية وممكن تنجز بعض الأمور اللي تكون لصالحك على المستوى المالي ممكن يكون في اهتمامات لتحصيل بعض الأموال أو للدفعات أو لترتيب مسائل مالية ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى العمل على مستوى النشاط على مستوى الفكر على مستوى الاتصالات والتواصل لكن ما بعطيك يعني دعم للخروج بنزهة أو أشياء من هذا القبيل ولكن بالمقابل بيخلي مزاجك عصبي وفي نوع من أنواع الحدية والتوتر أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت أو أشياء أو أعمال لها علاقة بالبيت بتوترك أو مشغلاتك خلال هذا اليوم ممكن نوع من أنواع الصيانة أو الترتيب أو بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات العائلية ممكن تظهر على الساحة بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة يعني فيها نوع من أنواع التقلب فيها نوع من أنواع التوتر ولكن بالمقابل بتقدر أنت تصلح هذه الطريقة أو تعامل ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم وما تخلي الأمور يعني تكبر بزيادة ممكن يصير فيها نوع من أنواع القلق إما على الحبيب أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني برضو بيحمل نوع من أنواع التوتر ممكن مشاحني أو خلاف ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما تفقد السيطرة خلال هذا اليوم وتصير مشكلة ماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة وهي بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال أو بعض الأمور وممكن تسهل عليك الطريق في التقرب من بعض المسائل المالية للهلاقة في بنك أو الهلاقة بضريبة أو تأمين أو تنجز مهام كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات أو على ما بين المدن المفتوحة أو على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو التعامل مع أشخاص في مؤسسات تعليمية أو حتى العمل على مسألة كامتحان أو مناقشة ولكن بدك تكون مستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى بيت السمعة فبتعزز بعض النقاط وبتقويها على مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن تستفيد من بعض المعارف لإنجاز بعض المهام اللي كانت صعبة بالفترة الماضية وممكن تحمل لك نوع من أنواع اللقاء ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تقارب ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 شوي بيت الأصدقاء يعني بيعمل على نوع من أنواع التلاقي مع بعض الأصدقاء أو التقارب ممكن إنجاز بعض المهام أو المعلومات خلال هذا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون في لمة أو اجتماع مثلا أو يعني فيه هيك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يتساعدك على أمور بإلها علاقة بالوضع الصحي أو مراجعة الطبيب مثلا أو أدوية ولكن بالمقابل إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك وما تتكاسل وفي منك رح يكون له اهتمامات بصحة أحد الأحبة أو بصحته هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا